كان بدي يعرف انه ابنه كبر وصار رجال وقرب يتجوز واني رح ألبس هالسهري واتفتل فيه بعرسه عنجد؟ بيخليكي تلبسي؟ وليش لحتى يرفض يعني تعرف شغله؟ شايفه لهالسهري؟ انا وابوك نزن نشترينا من السوق بس كنت حاطة ببالي اشتري ساري تاني لونه أزرق بس اشتريت هاد لأنه ابوك حبه وما لبسته غير مرة وحدة بيوم عرسنا وبعدها ما عدت لبسته واتخانا أنا كرمال هالشي وقال لي ابوك وقتها اني اخترت الساري اللي بده يعبس كرمال ساره وما بعرف ليش وقت افكر بهي الطريقة وحتى ما قبل يسمع مني ولا كلمة تعرف؟ ابوك كان مصمم على السفر مع اني حاولت اقنعه ما فكر لا بابنه ولا بعيلته كان همو الوحيد يسافر كان لازم يضل عايش معنا وما يتركنا ويسافر امي رؤي خلاص اهدي شوي بابا راجع تأكدي من هالشي صحيح انه هو بعيد وما له معنى بس لا تنسي انه هو رجال وما بيمسانه واذا واذا كان رجال يعني لما يرجع ما اتخليه سافر ما رح اتخليه يروح مرة ثانية جنفي سمعي انت بنت عائلة وفاهماني وما رح تفكري بالشكل والعمر ابدا خالتك حكتلي كتير عنيك انا فهمان انك قلاني على اهلك واكيد بدك مصلحتهم لا تخافي لانه وقت حنتجواز المشاكل اللي رح تواجهن رح تصير مشاكل الخاصة من شان هيك خليكي متطمنة انا كل شهر رح اعطيهم عشرة الاف روبية كاملين منيح خمسة عشر الف ممتاز ايه اشتركوا في القناة 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 شكرا